هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المستشفى المصري القطي في العاصمة الكنية نيروبي استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصلي حول مكونات المستشفى الذي يضم طاقماً طبياً محترفاً يقدم خدمات الرعاية الصحية على أعلى مستوى في التخصصات المختلفة حيث تمت الإشارة إلى أن المستشفى يصنف عند المستوى السادس وهو التصنيف الأعلى في كينيا للمؤسسة الطبية وقدم المستشفى من خلال مركز الأمل للعلاج والرعاية الصحية لما يزيد على 56 ألف مريض بفيروس نقص المناعة الإيدز بالمجان